بالتأكيد طبعا احنا بنتكلم على دور التعليم في التطوير الناشئين وضرورة النجاح في الدراسي او العلمي بجانب كورة القدم الحقيقة طبعا انا بتكلم عن منطقة الجيزة اللي احنا بننتمي بيها كنادي الزمالك هي مشكورة طبعا كنا احنا تقدمنا بطلب لمنطقة الجيزة بتأجيل تدريب الموطشات الرسمية لمدة اسبوعين فقط وذلك لامتحانات نصف العام حرصا مننا على مستقبل الولاد وحرصا مننا عن الولاد يتعلموا كويس او يذكروا كويس انتوا عارفين طبعا احنا بتمرن طول السنة وبالتالي الولاد بيبقى عنده وقته ديق الى حد ما صحيح بيحاول بقدر امكان هو يلم دروسه لكن الى حد ما هو بتبقى الامور بالنسبة له فيها ضغوط شوية مذاكرة وصهر وقلق وتدريبات ومدرسة كل الامور دي كلها الحقيقة الولاد بيعيشها او الطفل او الناش او البرعن بيعيشها طول السنة معانا يعني فتقدمنا كنادي الزمالك بالطلب الى منطقة الجيزة الحقيقة والحقيقة مشكورين السادة مسؤولين عن منطقة الجيزة وفقوا على تأجيل هذه المباريات الرسمية لمدة اسبوعين متتالين علشان نتيح الفرصة للولاد ان هم يدرسوا وان هم يروحوا مدرسهم يلموا يدرسهم في الفترة اللي فاتت ويقدروا يذكروا بشكل جيد وقدروا يخشوا الامتحانات نصف العام وهم جاهزين بشكل كبير اكيد طبعا احنا ما فيش حاجة اسمها كرة قدم فقط او تعليم بس ده بالنسبة للعيب الكورة يعني مش بتكلم للشخص العادي الشخص العادي بقى يحلو ما يحلو له لكن انا بتكلم على لعيب الكورة لعيب الكورة لابد ان يتعلم ويدرس والدراسة عندنا نمبر وان او نمرة واحد يليها كرت قدم انا ابويا اللي ارحمه على فكرة سبب تأخيري ان انا جيت نادي الزمالك ممكن موسم تقريبا او سنة يعني على الاقل برضو حرصوا من ان انا اخد السنون العام الاول يعني ابويا مرديش جبني الله ارحمه مرديش جبني زمالكاو مع انه زمالكاوي من اكبر الزمالكوية اللي ممكن تقعد معهم يعني الله ارحمه يعني ومع ذلك اثار شوفوا زمالكاوي قد دي اثار ان انا لازم اخد السنون العام الاول بعين روح الزمالك او ان انا اروح اختبارات الزمالك طبعا بالتأكيد كان حرص والدي ان انا اخد السنون العام لان برضو كان من الممكن ان كرت القدم في اول السنون العام كانت تعطلك عن الدراسة شوي وتعطلني عن المذاكرة والكلام ده كل انا عارف انا كنت بسافر يوميا ما كنتش انا بابات هنا ما كانش فيه شقق ما كانش فيه لسه السكن اللي داخل النادي كنا بننم تحت المدرجات وما ادرك نمت تحت المدرجات بالتأكيد بسافر كل يوم كفر الشيخ ست سبع ساعات وبرجع فما كانش ينفع اثناء تأديتي امتحانات السنون العامة او ان انا عندي السنون العامة ان انا اجي انت الزمالك والدي اصر ان اول وحتى حفزني قال لي لو انت لان الزمالك كان طلبني في الفترة دي لو انت ذكرتك وانجحت اوديك الزمالك فكان حافز لي ان انا اذاكر وانجح الحمد الله من اول مرة يعني اول سنة ودخلت الكليا الحمد لله اه كلية التربية كان تخصصي لغة عربية ليه بقى ابويا عمل كده ده مثال حي قدامي انه هو حافز وخايف على المستقبل الدراسي هو ما كانش يعرف ان انا اه فلاني فلاني وهلعف في الزمالك فريق اول كان من الممكن جدا لا يا ابني ده انت مش مضمون انك انت وخصدا كان فيه بقى افزاز يعني كان فيه فتاح نجوم كبار جدا في الفترة بداية التمانينات واواخر السبعينات فطبعا عشان انا اجي نادي الزمالك ذكرت ليل نهار لغاية ما ربنا وفقني ونجحت فيه السنوار العامة وقبل ظهور النتيجة حصل اختبار في نادي الزمالك على فكرة وكنت خارج بقى المتحال السنة عامة عامل قدي كده كنت قدي كده كنت خنان فجيت نزلت الملعب طبعا انا جلدت خين ماينفعش مش عارف ايه فمشيت فالمهم عملت فاطر اعزز وغارة كده بيني وبين نفسي ورجعت تاني نادي الزمالك ونجحت بشكل جبير في الاختبارات الحمد لله وبقيت فلان فلاني فاهتمامنا بالدراسة لابد ان يكون متواجد سواء مسئولين داخل نادي الزمالك او مسئولين عن منطقة القاهرة الثقافة دي مهمة جدا التعليم مهمة جدا الولد لما بيبقى متعلم على مستوى عالي يقدر يتكلم يطلع في الميديا يطلع في التلفزيون في الازاعي يتكلم بشكل فيه ثقة لكن لما التعليم بيبقى فيه قصور عنده اكيد هيبقى فيه قصور فيه ناحية ناحية الثقافة من حيث التعامل مع الاعلام ما انت كل النعيبة اللي بتلعب دي ممكن تبقى نجوم ولما تبقى نجم لابد انك انت بتتحمل تبعات نجوميتك كلامك يخرج بحساب وبجانب النجاح فيه الدراسة او فيه الرياضة عموما لابد ان يكون نجاح فيه ناحية العلمية وبالتالي تم تأجيل كل المباريات الاسبوعين اللي فاتوا على مستوى قطاع البراعم بالذات لان البراعم امتحنتك كتير جدا الناشئين تقريبا اسبوع وبعد كده لعب وبعد كده مباريات هنقول نتيجة دلوقتي مع حضراتك ولكن انا بقول لي كده لكل اب وكل ام وكل ولي امر الدراسة مهمة جدا لابنك لابد انك انت تهتمل بالدراسة وبقول لي اللعبتي مهم جدا انك انت تشتغل علميا صح وتشتغل رياضيا صح العقل السليم في الجسم السليم خلي بالك مهم جدا انك انت يبقى فيه البلانس والتوازن بين الحتتين الرياضة متأثرش على العلم والعلم متأثرش على الرياضة اذا كنت انت لعيب كويس او ان انت من اللعيبة اللي ممكن تبقى برومسنج تبقى وعدة تبقى حاجة جميلة جدا وبالتالي اتمنى ان كل وليه امر انه يحافظ على الناحية العلمية دي لابنه ما يهملهاش يعني انا فيه او فيه بعد اولا الامور لك انا ابن لعيب كورا بعد سريده هياخد قدي كده ماشي بس هياخد قدي كده وهو ثقافته محدودة او هو تعليمه محدود صدق اني مش هيقدر يسرف الفلوس دي في حاجات لها اهمية هيسرفها باي كلام فده مهم جدا مهم جدا انك انت تتثقف ابنك وتعلمه كويس جدا والولد يحافظ على رياضته وعلى النحية العلمية بتاعته مهم جدا لانك انت لما عندك ثقافة ويبقى متعلم بالتأكيد ده هينفعك في حياتك الرياضية وحياتك اليومية عموما يعني وبالتالي حرصنا احنا كمسؤولين عن قطاعات البرع في نادي الزمالك ان احنا طلبنا تأجيل هذه المباريات والحمد لله تم الموافقة عليها حتى هنلعب يوم عشرين يعني احنا دينا تقريبا من يوم كان اخر مباراة اعتقد يوم تلاتة اعتقد كان فيه خماشهار سبعتش تندشر يوم اتأجلنا المباريات الرسمية فيه عشان الولاد يقدروا يحصل درسهم ويا رب ان شاء الله كلهم بالتوفيق ويا رب كده ينجحكم زي ما انتم نجوم في كرة القدم ان شاء الله تبقوا متفوقين بإذن الله في دراستكم العلمية الحقيقة الاسبوع الفات ده كان فيه انتصارات لفرق الناشئين والشباب الحقيقة مهمة جدا جدا والحقيقة الانتصارات دي بالتأكيد بتعكس مدى شغل المدربين شغل الولاد اهتمام ادارة نادي الزمالك بلاسة مش هموت ده بقطاعات الناشئين عموما في نادي الزمالك لان قطاعات الناشئين دي يا جماعة مهمة جدا وهتوفر ملايين الجنيهات على نادي الزمالك انا بتكلم عن نادي الزمالك مهم انت النهار ده بتكلم على اسعار فلاكية بتكلم اهل لحال نهاردة 3040 مليون يعني يوم ما يقولك ايه مثلا العيب ده كويس 30 مليون نهارة بيض طب 30 مليون ده يعني العيب واحد طب انت 30 مليون دول لو انا سرح حطيتهم في قطاع الناشئين ممكن يتخرجوا لي 30 نعيب وده لي بيحصل انا عندي يوسف حسام النبي عندي حسام عبد المجيد عندي سيف جعفر عندي نيمار دول اربعة خلاص دول بقوا مع الفريل اول في بقى حاتم سكر في بيسو لسه ما شفتهمش شفناهم على فترات متباعدة في محمد طارق في محمد محمود في لعيبه كتير جدا ماجد هاني لعيب واعد ولعيب مميز فانت بتتكلم على تسع لعيبه هو ناشئين اه اتصرف عليهم ربع المبلغ اللي بياخدها لعيب واحد لما بتجيب لعيب من برة ويعانم بقى اللعيب اللي جاي ده يبقى كويس ولا وحش ده ابن النادي اللي هو اتمرمك في طراب النادي وخادل دي ان ايه بتاع نادي الزمالك بصمة نادي الزمالك انه شخصية نادي الزمالك موجودة عنده وبالتأكيد بالتأكيد ده حينفع نادي الزمالك النقاردة انت لما تيجي تسوق اسامة نبيه مثلا قيمة تسوقية بتاعت اسامة نبيه يوسف اسامة وقيمة تسوقية بتاعت حسامة عم جيد وقيمة تسوقية بتاعت سيف جعفر وا 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 والاسمانة نادي كلها دي راحت في حتة تانية او في حتة تالتة زي بقولوا ليه من سنتين بالزبط او الموسم اللي فات قبل ما يبدأ الموسم اللي فات قبل ما ناخر الدوري ما اعتقدش ان اللعيبة دي كانت ممكن توصل لهذه الارقام الا لما خادت الفرصة الفرية واثبتت وجودها وبالتالي الحقيقة دول منورين وانتصارات الشباب وثقة الفوز لازم تبقى موجودة الحقيقة مباراة كلها اللي تلعبت هذا الموسيق هذا الاسبوع كلها انتصارات وكلها فوز الحمد لله فضل الله ليه لانك انت بتزرع كمدرب في اللاعب ثقة الفوز وثقافة الفوز منذ البداية منذ البداية من ساعة ما يبدأ معاك هو براعم نادي الزمالك بتزرع فيه الفوز ولذلك لما بييجي لعيب نادي الزمالك يصعد فريق اول بتبقى عنده الحتة دي المدرب ما بياخدش وقت طويل في انه هو يزرع فيك القصة دي القصة دي مزروعة فيه يعني قريدي مش محتاج مش محتاج انك انت تحاول بقدر امكانت يا شد لا 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 هو طالع لك جاهز والدوافع موجودة والمعطيات موجودة كل شيء موجود في اللاعب مكتمل ان انت بس تمرنه وتسيبه في الملعب وتديره التاكتج بتاعك او تديره الجمل التاكتجيه بتاعتك وتسيبه بعد كده الشعار الشعار الابتشارت ده مهم جدا 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 فيه انك انت تلبسه وتحافظ عليه وبالتأكيد بالتأكيد لما بتكسب بتضيف ليك بطولات نادي الزمالك يا جماعة متعودين منه على بطولات ممكن تخش حضرتك بطولة وتخرج منها الدنيا ما تقوم ما تعدش لكن لابد ان يكون لابد ان يكون هناك حافظ للعيبة لعيبة نادي الزمالك الاسبوع ده الحمد لله فرق الناشئين والشباب في الزمالك تفوقوا بشكل كبير جدا على الاندية المنافسة والحقيقة كان هناك ثقة في الفوز وكان فيه هناك ايضا انتصارات كبيرة جدا حققوها الولاد وتفوقوا على انفسهم وانتصارات في كل المراحل السنية الحقيقة اللي تلعبت هذا الاسبوع بالتأكيد لازم نفرح بيه قطاع الناشئين واللعيبة اللي بتلعب فيه لان قطاع الناشئين دائما وابدا ولاد ودائما وابدا بيجيب لعيبة كويسة جدا من سنين فاتت اقول لحضراتكم يعني اكتر واحد منور نهارده شيكابالا حازم امام الكابتن الفرق اللي عندنا خبر مفرح له النهارده الحقيقة وفرحنا له جدا جدا في انه هو اتعين في قطاعات الناشئين عندنا الخبر وهنقوله بالتفصيل لكن انت بتتكلم على ابناء النادي عمر جابر دول لعبوا في نادي الزمالك وهم عندهم سبع تمن سنين وبالتالي بالتالي نادي الزمالك الحمد لله ذاخر به ما وهبو ذاخر به ناشئين